يحسبون كل صيحة عليهم ولأنهم إيراني الهوى والهوية يتحسسون رؤوسهم مع كل انتفاضة عربية داست العراق صور خامنئي وانتفضت لبنان في وجه غلامه حسن وفي الحالتين ما يدفع الحوثيين للبحث عن جبل اتفاق يعصمهم من طوفان الغضب الشعبي خوفا أن يبلغ مأمنهم ويبتلع كهفهم الخوف الحوثي من انتفاضة الشعوب العربية التي تعبث إيران في أوطانها خوف تكشف عنه خطابات زعيم الميليشيا وما تخفيه الصدور من خوف أكبر مما يظهرون فالحوثي وفي خطابه الذي ألقاه من وراء جدر التكنولوجيا خاطب الحشد الذي جئ به إلى السبعين بعبارات تحذير من انتفاضات العراق ولبنان ليبدو كالعادة مقلدا لخامنئ إيران وزعيم عصابته في لبنان لم تكن الكلمات وحدها من كشفت عن الرعب الحوثي الكامن فإضافة لاستخدام كل وسائل الترغيب والترهيب ليبدو حشد هذه السنة أكبر من سابقه تختبئ خلف الحشود والرقع الخضراء وقائع سوداء دافعها الرعب أكثر مما يكون الدافع القوة ووفق العكاظ السعودية نقلا عن مصادرها فإن الحوثيين شنوا خلال الأيام الماضية حملات اختطافات شملت ستة وعشرين ضابطا من ضباط الأمن السياسي وما لم يتضح من الأرقام أكبر من ما تكشف بكثير الرعب الحوثي المندفع نحو إثبات إمساكه بزمام القوة لم تقتصر آثاره على الضباط الرافضين لتواجهاته وتوجهاته فإضافة للنهب الجائر للتجار باعتباره وسيلة إثراء للحوثيين وطريقة تركيع لليمنيين في آن واحد امتدت أيدي الحوثيين لتنهب محصول الباعة البسطاء تحت لافتة ترقيم العربيات وشر المبكيات مضحكات يدرك الحوثيون إذن تصاعد الغضب الشعبي الرافض لإجرامهم فيندافعون نحو مزيد من الضغط لمنع أي ثورة عليهم مغفلين أن الضغط يولد الانفجار وأن شرارة الثورة قد يقدحها قمع الأحرار وهي قاعدة تاريخية يغفل عنها المغفلون وكذلك هم الحوثيون ترجمة نانسي قنقر